وصلت وزارة الدخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 447 قضية تمونية بمضبطات بلغت قرابة 103 أطنان مواد غذائية وغير غذائية ففي مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستلاء على السلع المدومة تم ضبط قرابة 25 طن وفي مجالي عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البعب أزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية تم ضبط أكثر من 68 طن وأما في مجال البعب أزيد من السعر الرسمي لمواد البناء فقد تم ضبط 10 أطنان أسمنت في مجالي قضايا المخابز تم ضبط 714 قضية من بينها 80 قضية خبز ناقص الوزن و72 قضية خبز غير مطابق للموصفات وإلى مجالي ضبط مخالفات التلاعب منظومة توريد وتداول القمح المحلية هذو تم ضبط 10 قضايا بمضبطات بلغت أكثر من 74 طن أقماح محلية